موسيقى خلينا أبتدي بشيء خاص ومهم في البداية أخت كريستين عاوز يعني أحطها في كلمة بس مش عارف خلينا أسميها روح الأمومة يعني في أمهات اللي فعلا محتاجين يختبروا نعمة الرب وتتغير حياتهم حتى يكون عندهم هدوء وحنية وشفقة وسلام في داخلهم ومحبة وممكن تكون أم عندها عشر أولاد لكن ما عندهاش الحنية وممكن تكون أم لها فترة بتصلي ما عندهاش أولاد لكن فعلا عندها روح الأمومة شو رايك في هالموضوع هذا؟ ده حقيقي جدا يعني إحنا يبقى ظلمة مننا لو النهاردة عيدنا على الأمهات اللي بس عندها أولاد من بطوهنة بطوهنة لكن الحقيقة في ناس كتيرة ربنا ما دههم مش نعمة الأولاد أو البنات لكن هم عندهم حب وحنان واحتواء للي حواليهم بصورة غير عدية فعايزين نهاردة نحيي الناس دي لأن ده قطع جميل أوي أوي ومبارك أوي عايزة أقول للنقطة الأم اللي هي مش عندها ما عندهاش الحنان الزايد يعني قد تكون هي نفسها ما حسيتش بهذا الحنان أو قد تكون أنه نوع المحبة وصل لها بطرق مختلفة يعني مثلا في عائلات أخ نزار طريقة محبتهم هي الهداية لكن معرفوش يحضنه أو يتعاطفه أو يلمسه أو أو يقول مثلا ابنه أو بنته بحبك أو بحبك بالزبط بالزبط فأنا محتاج أعود مع نفسي وأقول هو أنا إيه اللي أنا عرفته من أهلي وإيه اللي أنا مفتقده يمكن أنا نفسي في حد يقولي أنا بحبك أو أنت جميل أو أنت عظيم أو أنت محبوب أو مقبول لو أنا ما أخدتهاش من أهلي ممكن وأنا كبير أقولها لنفسي طب أنت أخصائية نفسية لو أجت يعني قم بهذا الوضع أو بهذه الحالة ويمكن دي حالة ناس كترين عم بيشاهدونا شو بتحكي لهم؟ شو بتقولي لهم؟ أقول لها في الأول أنك أنت هأكد فكرة أن هي محبوبة ومقبولة حتى لو هي شخصيا مش حسب كده وهأكد فكرة أن أولادها محتاجين أن الحب دي يبقى متواصل ويوصل لهم وهفهمها أن في لغات كيف مختلفة للحب في الأحضان في اللمس في الكلام الحلو في التشجيع في الهدية في الوقت اللي بنقضيه مع بعض في الخدمة ممكن أخدم عيالي فأحبهم وهأقول لها أنت من أنهي نوع مهمة أو يتعرف هي من أنهي نوع ومهمة أو يتعرف عيالها محتاجين أنهي نوع ما أنا ممكن أخ نزار أقول لك أنت عظيم لكن أنت مش طريقتك لللغة دي كده يمكن تكون محتاج مني حاجة أخرى فمهمة أعرف لغات الحب وأتواصل مع اللغة دايمي ده إزاي مهمة أعتذر لو أنا ما وصلتش الحب ده في السنوات اللي فاتت ومهمة أدي أمل أنه إتوكي نقدر نبتدي مع بعض صفحة جديدة لو فيه لغة حوار لكن مهمة أوي أن أنا أقول لأم الحنية دي ممكن ما تكونيش حاسة بيها ممكن تكون موجودة بطريقة مختلفة مش كل الأمات بتعرف تحضن لكن ممكن كلنا نعرف نقول المحبة بطريقة مختلفة موسيقى موسيقى